السلام عليكم اخوة واخوات كدرين لبس لكم اتمنى سموركم بخير وعلى خير اذا مرحبا بكم مع السلاوي نيوز فيديو جديد او موضوع جديد مرحبا بكم وتبدأوا جولتنا من هنا من مدار عينتك الطريق تظهر امامكم فهي الطريق اللي تمكن لها تدخلنا اللذروت تمكن لها كذلك تدينا العين الطريق اعتدر الطريق الفلاح وكذلك تمكن لها تدينا للطريق الساحلية اما فيما يبدو على يمين الشاشة فهناك هنا الخوط الحي الصناعي فهذه المنطقة هذه كذلك رفعها الحي الصناعي ديالي نيتيك كذلك اللي مؤخرا عاش على واقع الاشغال يعني التخدمات البنية التحتية دياله صراحة لان كانت الدنيا هي طرعبات وهذه الانر الحمد لله دازد فيت والانر العمومية والدارة الأرصيفة والعديد من المسائل اذا وله صراحة المنطقة كما تنقولوا اعتنوا بها وزيانت اذا هنا سكال حديدية فكما تتعرفوا معناه الاشغال الالتراسمة رجين من اقدال وهو مجين تال العيناتي الاشغال الالتراسمة اللي فيها ازالة الغيطاء النباتي فيها ازالة الاتريبة وكذلك تشتغلوه على الارضية تشتغلوها بحال تخدموه يعني بحال تخدموه الشنطي باش ننقولوه بالمعناه الصح خدمين الان على العديد من الامور راهم الناس كما تنقولو احنا خدمين على هاد المصار باش يعني تبدأ العملية ديالاش ديال الاشغال ديال اضافة خطين سيكاكيين في اطار تمليد الخط الفائق السرعة القونطرة مراكش فمنسوش على انه عينتي كذلك رغادي تبنى فيها لاغار اللي غادي يكون كذلك خاص بقطار الار اير القطار للنقل السيكاكي الجهوي اذا اينا المتابعون الكرام نبدأوا الان في الجولة ديالنا هاد التجاه تشوفوا غادين في السيارات فهذا التجاه هو اللي غادي في اتجاه تمارع والسيارات اللي تبانون لكم جايين فادوك السيارات هما لما قلت لكم اما غادي بشي يكمل نيشان باش للصخيرات يعني الناس اللي غادي بشي الصخيرات او غادل ضار البيضاء والناس اللي غادي يشدوا لي من ديالهم راهم اللي غادي بشيوا الطريق الصاحلية ويبشيوا الطريق السيار أما الناس الذين يدعون الرمبون فأرهما الذين يمكنهم إدخلوا التامسنا والسيديحيا الزعير وكذلك يمكنهم إدخلوا حتى العين عودة هذه الطريقة الآن تصور لكم هي هذه الاتجاه من هذه الناس الذين يمكنهم إدخلوا السيديحيا وتامسنا ماذا يجري هنا السلاوي نيوز؟ أنتم سترى ماذا يجري هنا الآن الأشغال كما ترى هنا لا وصلتش بقى هنا الأشغال العمومية لا وصلتش لتتشرف عليها شركة جتائر الآن هنا ريضال دخل في هذه البلاسة ومشي في هذه البلاسة ريضال دخل في الطريقة التي تنصور فيها في الأول رتما دخل أعتدر دخل ريضال ريضال الآن تشتغلوا خدمة الاشتغال على تقوية مجاري الواد الحار يعني تشتغلوا الأشغال فيما يخص الواد الحار وكما تشوفوا معياد البريريكا بحال هذه هما الآن هنا مجموعة بهذا الشكل هذا هذين يدعون أخي سلاوي نيوز؟ هذين يدعون خدمة هناك هناك بير تهو دوله السيل تهو التحته يحفر تحفر بالكومبريسيون الغرق هذه البير ربما قد يوصل 6 متر أو 4 متر أو 5 متر وتنزل واحد يكون هنا الفوق مقابل البوجي واحد يكون لتحت تحفر بالكومبريسيون عنده السكة لفعل البراويطة تتمشى لأنه هذا البراكة بل يكون هنا من لحدها رمولها سيبقى يحفر 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 تخرج عند هذه البراكة التي قدامه يعني هذا يخرج عنده وهذاك أو ثاني يخرج عند الذي قدامه إذن بيش تكونوا عارفين هذه المسافة الفاصلة كلها تتكون عنده واحد السكة المالتحت فيها براويطة تتمشى لها باش كلما تحفر تعمرها وتدفعها لهم هنا على برة مع الصراحة التحت وش تكونوا ججلة واحد تتجي تدفعها تخرجها ليه التحت تعمر كما تنقل وحنا تكون واحد سطل تعمر البوجي تهزه تررته تطلع على الفوق تتخوى ذلك الحجر وتأتي واحد الكاميو لتبقى تهز ذلك الحجرة وتدها بحالتها ديال هذه البراكة والبراكة الأخرى هو غالي إذن تكونوا عارفين بعد ما ترى؟ بلتت تتسالي لنا العملية للحفر تتجي لنا العملية للبناء إذن كيفش البناء أخي سلاوي نيوز أسفل الأرض البناء هو أنه تكون عندنا واحد القالب ديال القادوس هذا القالب تنهوده لتحت الأرض وتتجي عندنا وتتكون عندنا واحد لابومب كبيرة هذه البناء ما تكون الدور دياله؟ هو أنه تأتي الكاميو للبيطان تخوي فيها البناء وهذه البناء تتفقى تدفع لنا البيطان يعني لهذه الناس اللي تحت الأرض تتفقى تدفع لهم البيطان بشأنهم بهذا القالب تتخدم القادوس تحت الأرض القادوس تتخدم الأخوة تحت الأرض إذن لا تكونوا عارفين بالنسبة لشحال الغرق شحال القطر للقادوس شحال هذه هي تكون اللحظة بريضال شنو الخدمة لنوية خدام والمنطقة وتتعرف يعني الغازرة في تساقطات واش فيها لا تستقبل لأنه سيكون هناك مجموع من البنايات والعمارات وإقامات السكنية إذن كل هذه الأمور تدخل في الحسبة لهم وتعرفوا يعني القطر للقادوس لهذه الخدمة واليه وحتى الغرق وكل المسائل المهم أن الآن تحاول نوصل لكي واحدة فكرة هذه الطريقة هي تشغلها في العديد من النوماتيك اشتغلها في الهرورة اشتغلها فيها مؤخرا ما بين الطرق لتتربط الطريق الفلاح مع الطريق الساحلية فتم في هذه المنطقة كذلك اشتغلوا مؤخرا بهذا الأسلوب هذا الأسلوب صراحة أنهم كنت تنعرفه كنت تنجهله ولكن مؤخرا يعني صراحة أن سولت الناس المختصين يعني الناس اللي كانوا تشتغلوا في أرض الواقع وهو ما يلي وروني هذه المسائل إذن أي المتابعون الكرام تنتمي لكم التوفيق واللتقي في ديوات أخرى عما قريب